حققت القوات العراقية تقدما في وسط مركز مدينة الموصل وسط محاولات لإجلاء المدنيين من المدينة القديمة حتى يتسنى لها تطهير تلك المناطق بالكامل وذلك بحسب ما أكده مصدر أمني عراقي مشيرا إلى أن داعش يتخذ من المدنيين دروعا بشريتا بيّن المصدر أن بطأ تقدم القوات العراقية في المدينة القديمة يعود إلى حرصها للحفاظ على المعالم التاريخية لمدينة الموصل من جانبه أكد عضو في مجلس محافظة نينة وحسام الدين العبار أن القوات الأمنية تحاصر بشكل كامل الجامع النوري الكبير وما نارت الحدباء وسط الموصل لافتا إلى أن مقاتلي داعش يستمتون للحفاظ على الموقع كونه مقر إعلان ما يسمى بخلافته المزعومة وللحديث عن آخر تطورات عملية القوات العراقية ضد داعش انضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الموصل مراسل الأخبار الآن ويسام يوسف ويسام ما هي آخر تطورات معارك الحي القديم لمدينة الموصل الأنباء كانت تتحدث بأن هناك موعد لتحرير الحي القديم من قبل القوات العراقية هل هناك تأخر في العمليات نعم بالنقص عملية خاصة منطقة قديمة والموصل القديمة على ما يبدو هناك فألا هناك تغيير ربما إلى يام القادمة في خطب تحرير هذه المنطقة هناك إجتماعات أمنية حاليا في هذا الوقت يجب بين القادة العاش كريمين محسب ما يبدو أن هناك تأخير في عملية التقدم نحو مركز المدينة المدينة القديمة جمع ما يحدث أن هناك كثير من البيت في هذه المنطقة تأخذهم داعش هذا ما أخر تقدم خطاعات الخرافية على هذا المحوة تحديدا ولنضع إلى أنه أهمية هذه المنطقة بالنسبة لتنظيم داعش خاصة جامعة اليوري الجامعة الذي أعلن فيه البغدادي خلافته من مدينة موصل هناك دفاع مستقيم وقبل عن أفضل داعش هناك أيضا عن داعش أعمى باتخاذ الكثير من المدينة دروع بسرعة بالقرب من الجامعة النوري نعم طيب ويسام أماكن المحادية من خلال حديثك مع القادة العسكريين على الأرض المعلومات التي استطعت الحصول عليها منهم هل جرى وضع خطط جديدة ربما لتسريع هذه العمليات عملية الموصل القديمة بنظر إلى هميتها وأيضا ما هو الهدف المقبل فيما بعد عمليات الموصل القديمة بالتأكيد الهدف المقبل والهدف الأهم في عملية تحريجية الغربية الموصل هو الموصل القديمة هذا هو التحدي الذي لا تعلق قائما أمام القطاعات التراقية وهو حرير هذا المجمع مجمع الموصل القديمة الذي يحوي على الجامع النوري في مهارات الحباء الكثير من المناطق المهمة وكثير من المدنيين أيضا هذا هو التحدي الأكبر ما بلازاله قائما أمام القطاعات العراقية حسب الحديث وحسب التسريبات وحسب الأمور التي تتكلمنا بعض مع بعض الضرورة من يحضرون الاجتماع الأمني ربما يكون هناك عادة ارتشار للقطاعات العراقية وبعض الأمور في تبدیل الخطأ طبعا تخص الأمور العسكرية من ناحية التقدم من ناحية محاور القتال ربما يكون هناك خلال الأيام القادمة ارتشار تبدیل المحاور ما بين القطاعات هناك قطاعات ربما لديها إمكانية في حرب الشوارع أكثر من قطاعات أخرى حسب ما فهمنا تنجل مناقشة هذه الأمور لغرض التحتيت للمرحلة القادمة ومرحلة تحرير المنطقة قدية نعم وسا منطقة نعم طيب ماذا بالنسبة للمدنيين بالنسبة لحركة النزوح أين تتركز بالتحديد حركة النزوح من الموصل هل يتعرض نزحون لمخاطر من قبل داعش أثناء عمليات النزوح ما هو وضعهم بالتأكيد اليوم نشعر نزوح الكثير من العوائل الآلات نتقاضي حسب الرقم ليس رسميا ولكن أضر 15 ألف ما بين 15 إلى 20 ألف نازع تمكن من الخروش من الموصل اليوم من المنطقة تحكى تلال داعش حواد كثيرة حصلت اليوم حصلت بالقرب من المكان الذي كنا متواجدين به قبل ساعات فجر أحد غباسي داعش فجر حزام نازد ما بين النازعين كان هناك عدد من الضحايا نحن في القطعات الأمين داعش يحاول حصلت خروج المدنيين داعش يمنع خروج المدنيين من القناة التي يسيطر عليها لأن داعش أكبر وفيد المدنيين بالقرب منه وفي المناطق التي لا كان متواجدين به هو أنصر قوة بالنسبة له لأنه القطعات العراقية تحاول معالج الأماكن التي يتوجد من المدنيين بتحقق مختلفة وبالأسلحة الخفيفة وهو ما يراهن عليه داعش بأخر تحرير الكثير من الأحياء من خلال اتخاذ المدنيين دروعا بشير حكايات كثيرة حقاها لنا عدد من النازحين الذين يخرجوا اليوم من مدينة الموسط في فاد داعش يمنعهم من الخروج من المنازل يتخذوا ويتخذوا من أسلحات من المنازل مناطق لمقاتلة التنشي الأخر وبالتالي فإن أدد من الحواجب تحدثت أنه هناك طائرات أسلحة المنازل التي كان يتوجه بها حناصر داعش هناك بحائم المدنيين الذين يتحدثوا تحت الأنطاب اليوم تمكن قوات الدفاع المدني العراقية من التشاء العدد من الجزء من منطقة موسط الجديدة كانت تحت الأنطاب بسبب المعارف التي تتحدثوا نعم ويسام نعم نعم أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات ويسام يوسف مراسل الأخبار الآن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الموسط شكرا جزيلا لك